لماذا يوجد المجادلون دائما غير المتخصصين في الشرعة الإسلامية؟ هو أمر طبيعي لأنه أولا حب الشهرة مجال التجديد في الدين أو انتقاده والتشكيك فيه أمر يلفت النظر ويعطي زخما وبالذات بعد ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي فبتأمل ترند كبير على المواقع هل ترى أن هؤلاء المجادلين مدعومين من بعض المؤسسات أم هي جهود شخصية فردية خاصة بهم؟ أعتقد الأول وهو أنهم مدعومون من بعض من فيه مشكلة خطيرة عالمية ومحلية أما عالمية فهم يعتقدون أن الإسلام بيقول عن الإسلاموفوبيا هو ده عدو المستقبل عدو المستقبل إحنا تخلصنا من عدو الأحمر فضل العدو الأخضر زي ما قال نيكسون الجد اللي هو جد نيكسون الرئيس قال كده أن الإسلام ده يجب أن يخضع عليه لأنه ده العدو الباقر هل ترى مواجهتهم الرأي بالرأي والحجة بالحجة أم تبقى قوانين صارمة نعم من منطق أن لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن نعم في مدرسة بتقول أنه منقشتهم شهرة ليهم وإضافة ودعاية لهم وهذه مدرسة سلبية يعني ليه إيه وذلك أضع في الإيمان أنا مش مع المدرسة دي المدرسة التانية أن أنا الأول أكشف جهله ما أنا قلت حضرتك في وسائل كثيرة لكشف الجهل هنقول إن شاء الله لماذا لا يطبق قانون إصدراء الأديان على أمثال هؤلاء المفروض في دولة أو في دول أن يحكمها القانون ويسودها العدل والمساواة أي اكتراء على أي دين مش هقول بس الدين الإسلام يعني من يتهجم على الدين المسيحي أو يتهجم على بعض العقائد السابتة يجب أن يعاكم ألا توافق حرية الاعتقاد والأفكار والمفاهيم أن تقال بأي شكل في أي مكان حرية الاعتقاد لغير المسلم وفي إطار الضوابط التي لا تفتن المسلم بمعنى أن واحد غير مسلم عايش في دولة إسلامية من حقه يمارس عقدته وتقوسه وبما لا يؤذي مشاعر صاحب الدين الأغلب في الدولة إذا تكلم غير المسلم في الإسلام يكون اصدراء أديان وإذا تكلم المسلم وهاجم الإسلام برضو نفس الحكاية الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بوكليات الحقوق جامعة القاهرة الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية علاقة جديدة في برنامج القضية أهلا بكم أرحبا بحضتك دكتور أهلا وسهل الله يبارك فيك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك عند حدك قبل مفتح الحوار كده عند حدك السعادة تقعد مع بعض المشاككين في نصوص الشرعية الإسلامية نعم بس سعلاقشه بمنهجي وعضع شروطي قبل الحوار كيف تجلس معه هو كما وصفته في حقا نصامه أنه هو جاهل وليس عنده عامش هو أخي هو الجاهل ما يتعلمش بلى يعني اللي مش عارف وقولوش الأصول كذا بذي برضو ناس متعلمي يا دكتور معا في مجاله يعني واحد مثلا بقولك أنا مؤرخ واحد بقولك أنا عالم في اللغة العربية وآدبها وخبالك ويقولك أنا أحب القلوب إلى قلبي النفوس إلى قلبي في الشريعة الإسلامية فلان الذي يمكنه بالشاز دائما يا ده من يفتي بالشواز فده أحب النسله ما هو إن الطيوره على أشكالها تقع ما هو بيتكلم هذا علماء أظهر أيضا يا دكتور ويتكلمه ويرخص ويأتي بالرخص والأراء الموجودة في الفقه جميل أنت ما بتنتقدش هذا أنت بتنتقد سوابت ده بعض هؤلاء قالوا على كتب بعض الناس عشان ما نجيبش أسماءهم اللي انتقدوا القرآن الكريم وقالوا القرآن قديم عند الله حادث تدنيا يوعمل معاملة النصوص العادية كالشعر وغيرا وجابوا ونصر حمد أبوزيد تكلم على علم النصر أنا مش عايز أقول أساني أنا ليه بحث متعلق بهذا الرجل أستاذ جامعي كانت جامعة القرآن معكم أيضا أيها جبت كل كتبه وحللتها وعملت فيها حضر شخصية نعم كتاب معروف ومجمع جود في تسوق حكم النقد في قضية نصر أبوزيد وأشيد مرة ثانية بإذا كان المستشارين الذين حكموا بهذا الحكم أحياء أو بين يدي الله أنهم من أهل الجنة لما قدموه من علم جليل في حكمهم على هذه القضية هتأخذ عليك دي يا دكتور من أهل الجنة دي لا أتمنى أدعو لهم بذلك أرجو أرجو طبعا هو أنا اللي بحدي هو أنا اللي بأدخل الجنة أرجو آمل يعني زي ما بقول لأبوزي يعني تتبق أن يكون أبي من أهل الجنة نعم دي عيب لا لا والده نعم الله ما اجعله من أهل الجنة دي فيها حاجة لا نادعو لهم بهذا يعني نصر عبدوزيد من خلال دراسة الشخصية لك طلع صعوب أموخت جبتهم قرتهم وقلت في نهاية البحث كده أيوة الحكم هذا أخ عظيم وعالم جليل فإن رجع فيما كتب لأن الكتابة مثلها مثل الألفاظ لما أقول أنا ملعد وبقولش بالألفاظ وأقول بالكتابة أنا أنتقد هذا النص وأنكره هي نفسها نفس الندخ بالألفاظ فلو عبارات كثيرة جدا من بينها مثلا قوله أن الله سبحانه وتعالى مغرور ومتكبت أعوذ بالله نعم نقرأ كتبه قال لي كل تعالى في آخر سلوة الحشر هذا يخرجه من الملة يا دكتور طبعا العزيز الجبار المتكبر في حد في الدنيا يقول على نفسه العزيز الجبار المتكبر إذا كان ربنا ما يقولش على نفسه كده مال مين اللي يقول أنت طيب سيدنا محمد مغرور ومتعصل أنا قراشي ولا فخر أعوذ بالله نصر حمد المزيد قال كده بقولك بالنص أنت أمين أنت قرأت وانا جاي المرة الجاية أجبني في الكتب لأن الطريقة الشريهة وحب طبعا طيب هو كتب موجودة يعني ماشي محظورة ولا حاجة نعم فأنا انتقضت كل عباراته وقلت في الآخر اللهم اهديه فإن عاد وقال أنكر كل ما كتبت وأنا مسلم وأنا فعلا مسلم وأصلي وأصوم فأهلا به في أحضان المسلمين طب هو نصر عمد مزيد أستاذ جميعا مش جاهل ولا حاجة لا حكمه في الميزان الشرح هذا جاهل هو رجل يعلم جاي لساعتك هو غير أزهري لغة عربية حلول من أزهري مش شرطك شويس هو في قسم اللغة العربية بالمناسبة قسم اللغة العربية بأداب القاهرة أخرج العديد من المشككين والذين اقتربوا من حد الخروج عن الدين وأسماءهم كثيرة معروفة من أول أكبرهم الدكتور جابر وقبل كده تليمة دكتور عبد من أم تليمة والأخ البحراوي وثم أخيرا نصر بوزيد قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية في أداب القاهرة أيوة هذا قسم له تاريخ كلام خطير منهم أنسات كانوا من قيمة تطاع حسين بل نفس القصة بل نفس الحكاية طيب ما هو ربنا هذا تطاع حسين بعد ما يعني اعتذر ورجع عن كلامي اعتذر ورجع عن كلامي لكن هؤلاء فعلا يعني الدكتور جابر عصفور يعني لآخر أيامه شفت له الصدافات في بعض القنوات وأصحابها المجعين لهم ميول معروفة أنا أنا عايز أخذ حريتي وأتكلم في كل حاجة بقرطي محدش يقف قداني طيب مش غلطان الرجل طيب وإن في مسائل في الدين أنا عايز أعدله حقه برجو أنا عايز أعدله حقه طيب هو أستاذ أكاديمي عليها رحمة طلعتك أستاذ أكاديمي في الشراء الإستامية هذا الكلام في ميزان الشراء مقبول أم غير مقبول غير مقبول لماذا؟ ليحدث فتنة في المجتمع في حاجة يا دكتور محمد أرجوك أنك تحافظ عليها في الحوار بتاعنا هي إيه؟ فيه ثوابت وفيه أمور قد استقرقت بمعنى إحنا استقرينا وتعودنا على احترام الكبير حلم؟ تمام طيب ما تيجي فجأة تعمل برنامج تقول فيه الكبير زيه زي الصغير والأب زيه زي الأخ والإبن إما تقابل أبو كله زيك حمادة ولتشه على أفاة مثلا مش دي حرية يا باشا؟ طيب ليه بقى مش عايز تعمله؟ تجديد يا باشا لا يعني احترام يا دكتور قيم وثاوبة في المجتمع الله يكرمك طب دي بقى قيم وثاوبة الدين مش قيم وثاوبة المجتمع وهو الدين بقى صارح لكل زمان يعني يتجدد ويجدد نفسه نقلبه كل يوم والتاني مفيش فيه لقديم ولا مستمر اليوم القيامة ولا خالدين فيها أبدا ولا مبدأ العبدية والخلود ولا مبدأ السبات والتغير واخد بالحضرتك غلاص بقى دركين هدي على جم ربنا لما يقول لنا من خصائص التشريع الإسلامي اللي دا تقولكم مع بين المتناقضات في آن واحد مش ناخد منه اللي احنا عايزينه ونسيب اللي احنا مش عايزينه يعني حسب احتياجاتنا اخيار يعني يعني مفيش منهج يقومنا ببعض الكتاب ويقومنا ببعض كان رحمة الله عليه الشيغ الشعراوي وأنا من المعجبين به الرغم أنه رجل ملهم يعني ماقدرش أقولك أن الرجل عالم العلماء لا ملهم يفتح فمه فيعطيه الله سبحانه وتعالى إلهامك بالكلام وهذه خاصية للتواجهة كل حلقة يعملها ولا كنت من الحرسين على حلقاته يذكر كلمة منهج الله أو منهج الشرع عشر مرات تقول رجل اين منهج المنهج وحنا في المدرسة فإذا بيقى عرف يعني ربنا ما نزلش الناس في الدنيا إلا ومعهم كتالوك عليكم تطبقوا مش عاجبني زي ما انت حضرك بتقول لي حرية جميل الحديث الشريف من لم يرضى بقضائي فليخرج من تحت سمائي وليبحث له عن إله الغير في إله في الدنيا غيري خدو ما فيش مقعة في الأرض ما فيش ربنا ما بيعملش فيها زلازل وبركين والسيول وفيضالات لكن ألا ترى أن الدين يعني بين قصين يا دكتور كأستاذ جميع وأكاديم ألا ترى أن الدين أحدث مشكلة بين البشر السبعة تمانية من يارف العالم أي المسلم معتز بديني والنصران المعتز بديني وليهود معتز إيه ركزي ما بعض تدعوط ما تيجي نركن الدين على جانبه ما شاهي أخلاق أشوف أنا من ناحية العقاب الأخراوي ما ليش دخلي فيه العمري ما أقول لي يهودي ولا لمسيحي ولا ليبوزي ولا هندوكي اترك دينك أنا مالي لكم دينكم وليه دين والحساب يوم الحساب إن الله يفصل أبعطك منفعل عليه طيب لما أنت ريلاكسي كده منفعل عليه ده أنت بقى سبت دينك وعقدتك ودخل فعقدت أنا أنت عمرك شفت مسلم لا فيه مسلمين بيها بيأكلموا في الدين طب استناني فيه مسلم عمره شفته طلاق في برنامج تلفزيوني وسمح له بانتقاد بعض الأمور في العقائد السماوية الأخرى لا المسيحية واليهودية لا شوف اليهودية هو غير مسموح ولا هم مش مثقفين لا غير مسموح سياسية خبالك يعني اليهود بعد التدمير الأزلي اللي عملوه في إخواتنا المسلمين في غزة ما يحيقش لي إن أنا من غضب يأشتمهم ممنوع تشتمهم لا ليس المؤمن بالسبب ولا اللعن ولا الجواب ولا الصخاب في الأسباب هو أنا أحسن من ربنا والعزو بالله ربنا انتقادهم في 12 لفظة وبعضها نوع من اللعن والسبد والشت فبما نقديهم بسقاهم لعناهم ما هذا في الدين أما في التعيش ده موضوع تاني نحن نتعيش مع بعض حلم جدا يبقى أنا مش من حقي أقول للناس وكمان الرسول دخل المدينة عملوا ثقة مع اليهود يا دكتور ويعادوا مع بعض نتانياهو لما بيتكلم في خطبه الدينية أمام اليهود دايما يستعين بالقرآن باستخدم كلم البطل والجبار واستخدم كلمة الجبل هذه العبارات مشتقاء الفظنا التوراية يعني أن الرجل حرب عقدية القضاء على المسلمين بهذا النوع من الإبادة الجماعية إنما هو عمل عقدي الجماعة مش خلاف سياسي ولذلك لا المتطرفين بتوعوا اللي جيبهم في الحكومة ولابسين الكولونسورة اليهودية دمر اضرب أمبيل عليهم يهوية وخلصت منهم ده إبادة عرق وبعد ما خلصوا على المسلمين ما هم ضربوا الكنيسة المعمدنية في غزة ويقتلوا ما يفرقوش بين مسيح ومسلم نعم هم دي مسألة نعم أنا أعود لصلب القضية كيف نقف في وجه المجادلين والمشاككين في الشرع الإسلامي الله سؤال جميل جدا بوركت احنا عايزين نقولهم يا جماعة علشان نحاور معاكم تعالوا نتعلم أولا أسس الحوار في مسائل الدين ما هي أسس حقولهم نتعلم تعالوا يا جماعة في الأول الأول احنا بنتناقش مع مسلمين ولا غير مسلمين ده السؤال الأول إلا أنا غير مسلم هقوله مش مسموح لك لأنه أنا لا أناقش ديانة غير المسلم ومحظور علي أقوله وفيه قانون يمنع هذا أيوة نطالب بتفعيل القانون جميل نعم نعم اصدراء الأديان وتجديد في الأديان ممتاز إذا كان مسلم نتكلم إذا كان مسلم تعال نتكلم كمسلمين إحنا عندنا أيها الأخ الفاضل العزيز المدعي المشكك إليك القاتي ما بلاش المدعي والمشكك لا كلمة مدعي ده لفظ ده لفظ قانون أيوة يعني اللي بيتهم الناس مدعي أنا بلقى عليك تهمة وإنت من حقيقك مدعي عليك نفعل نفسك تمام جميل طيب أنا بقولك يا عالي أستاذ أنت عارف كويس جدا منهج التشريع الإسلامي في الحوار في المسائل الدينية هيقول لي لا طب الفضلك أن نتعلم بعدها نحتك بعدها نحتك دكتور هيقول لحضرتك أنا جيب انتقاد معين في الفقه موجودة مش هتعمل الاختبار أنا مش في مدرسة يعني موجود في الكتب هترد عليك تقوله إيه أقوله الآتي طب نمرة واحد نمرة واحد أنت مجتزئ بعض القضايا الفقهية ولا تعرف أسباب وردها في الكتب تمام فلازم أعرفك دي موجودة في الكتب تحت عنوان إيه زي ما قلت لحضرتك أنها تتمة أو فرع تمام فيا فلان ما تعتبرش دي ركيزة من ركيز الاتهام عايزت تجيب لي حاجة جوهرية اللي دي أسألها نفس المؤلف بتاعها مش معترب بيها قال أنا معاملها افتراضا ربما تحدث في المستقبل ومعظم قضاياه والحاجة غريبة جدا يا دكتور محمد وجدت كلهم واحد طبيب بعم رجل دي واحد طبيب مسارك بولي واحد بتاع لغة عربية واحد بقول أنا مؤرخ واحدة بتقول أنا مهندسة أصلا واشتغلت في الصحافة والدين ويتجيب لك 3-4 حسام علماء تقول يا سأل إيه خررت العلم دي يعني حاجة مفيش بعد كده بتقولك إيه أنا قرأت للتبريزي ده بعد إزناطك يخليني أؤجل السؤال اللي طلعته على حضرتك كيف نواجههم بسؤال أراه أخطر أهمية معتك أسباب وجود المجادلين والمشرككين في القرآن إيه؟ أسباب وجودهم إيه دكتور جميل الله يكرمك الناس دي جات إزاي؟ أنا أقوله صراحة يا ليت أن هناك أسباب خارجية ممولة وتمويل رهيب يعني أنا أعرف وده معلومة أو أحب أن أحد يؤكدها لي أن في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الإعلام والثقافة إن كان هناك ما يسمى بذلك نواب وزير لشؤون الهوية الدينية في الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية عندهم أقسام اسمها قرآن قربشا أصلا قاعدة دكتور محمد مخصوص بجهاز إداري ضخم بجهاز استخبارات يعاونه والسفراء في الدول المختلفة تلتقد المشاكل الدينية الموجودة في المجتمعات وتدهالهم علشان يبعثوا فلوس لرجالتهم عندنا أو لأجهزة إعلامهم علشان يسخنوا القضية ويحدثوا فتنة في المجتمع ده كده بفي مؤامر على الدين يا دكتور ده مش واحدة 100% ويسمع لها بالتمولات تدخل الدول وتذهب إلى هؤلاء أنا بنفسي سمعت بعض المفكرين قالوا في البرامج التلفزيونية هذا قطاع مهم جدا في السياسات الغربية والأمريكية علشان تمهيدا لتمنيع الدين وكيفية سهولة اختراق المجتمعات دي ثقافيا بعيدا عن الهوية الدينية هذه الأسباب الخارجية فلوس والسياسة طيب والضغط على حكام البلاد الإسلامية التي معظمها لا يعني يشيع الحريات أو يتمسك بالقرار الواحد أو عدم المناقشات والجدل وغير ذلك يتأثر بضغط هذه الدول ما تعملوش كذا أو ساعدوا فيه كذا وإلا أنتوا تعبنين اقتصاديا أنتوا تعبنين تعليميا أنتوا تعبنين صحيا مش هنديكم معونا في هذه الجهات إذا مردقتوش لتعليماتنا في مجال الهجوم على الدين بهذه البرامج وإلا كيف تفسد لي دكتور محمد أن واحدا من جماعة التكوين دي مزيع في محطة أجنبية هذه المحطة تنتسب إلى إحدى الدول الكبرى المعادية للدين الإسلامي يستضيف في هذا البرنامج ولو اسم غريب شوية يعني حاجة تغيير المهمة الراجل الضيفي اللي جابه وهو سوري واللي بالعلم يا جماعة التكوين فيها اتنين سوريين من الملاحدة موجودين وواحد منهم قال لليوسف زيدان أنت أفضل أنت أفضل فكريا من طاعة حسين وأنا أفضل منه أيضا طب إذا كان طاعة حسين الرجل المتنور اللي عاش في فرنسا وكتلوه أراء حرة إلى فترة كبيرة من عمره كده أمال بقى الجاهليين الأئمة الأربعة والصحابة وعلماء الدين القدامة يبقوا إيه إذا كان طاعة حسين مش مقبول لديك وهو في الحصر الحديث أمال هتقول إيه على القدامة نقص بهم السلف مش الجاهليين ولا السلف تفسد حدث هم أنا أقول جاهلين على لسانهم لأن أحدهم وقال بيتام الفقابه منهم جاهلة السيد إسلام بحيري والكلام مسجل وموجود في حلقات في التلفزيون المصري وصف الأئمة الأربعة بأنهم جهلاء وأشاعوا الجاهل وخبالك ووصف الله في حديث أنا مترمش في تلفزيون المصري والله والله في تلفزيون المصري وأقول لك اسم الموزيع لا لا مش مهمة ووصف الفقهاء وصف الفقهاء بالجاهل وأن هم السبب ما نحن فيه من فتن الآن والبرنامج اللي عمله صديق في القناة الأجنبية دي جاب الرجل السوري قال له سبب هلاك الأمة الإسلامية سنة النبي محمد والله بأذناي ولم يمكنها لأي أحد ما دور المؤسسات الدينية حيال هذا الكلام الخطير المؤسسات الدينية قسمين مؤسسة جريئة ولكنها تميل إلى الهدوء يعني مؤسس الأزر الحقيقة فضيلة الإمام الأكبر أزر بيان أنكر فيه هذا الفكر وإنه إحنا مش هنتعي بإصلاح الرد عليكم لأنه انتم بتتكلمهم في هراء لا يستحق الرد فيه مؤسستين تانيين مهمين جدا في البلد ما نطعوش بكلمة خالص هل هذا الرد حكر على المؤسسات الأمنية أم على عوام الناس أم على الولماء أم على يحتاج إلى قرار أمم من الناس العاديين جدا قالوا لا 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 هذا كلام بطل ولا نقبله ولا نوافق عليه لكن لما يكون معاك أنت بقى نفوز للناس دول يتكلموا إعلامية والواحد فيهم عنده برامج بتصل لست ساعات في الأسبوع ووقت ما يصدف يصدف حتى أن واحد دولهم من باب الغرور دعا المستشار الديني لرئيس الدولة أن يحاولهم جميعا في جلسة واحدة فقال هذا ليس من شأننا إحنا جايين نعلم الشعب المصري الذي يعني فيما معناه أنه جاهل ومتخلف فكريا جايين نعلمه الثقافة والفن والإبداع والفكر والدين بالمر هذا الكلام ذكره السيد حضرتك أنا هقوله إيه لما أعد معايا لأندي الموافق أعد معايا الوقت أنا عندي منهج فلان لا المزيع حيفرض علي المنهج بتاعت ولا أنت تفرض علي أنك تلقى علي بمقضية مهترئة دينيا لأنها من باب الفقه الافتراضي وليس عليها إجماع ولا اتفاق الفقه الإسلامي وعايزني تتحكم فيها أبدأ معاك الحوار فيها هي صحة ولا غير لا أكبر ليه لأنك عايز تطلعني الدوري العاشر من غير ما ترمر على الأول لحد التاسع ديني من رواحيه هي التسعة دوار هل أنت متخصص؟ هل أنت مذاكر الخلفية ديت؟ هل تعرف العمل والخص والمطلق والمقيد ودلالات الألفاظ والفهم المخلفة وغير ذلك؟ لا معرفش طيب أمال جاي ليه؟ ما تروح تعرف الكلام ده هو أنا مالي وما للكلام ده يبقى أنت مش متخصص أرجوك إيه في الحلقة يا أستاذ؟ اتنين حضرتك تعرف طرق السنة من حيث السند والإثبات والرواية والضراية وعلاقة السنة بالقرآن وأن السنة فيها سنة ابتكارية منشئة لم ترد في القرآن الكريم وأن فيها سنة مؤكدة وسنة تفصيلية وسنة شريحة تعرف الكلام ده؟ لو تعرفوا الدين النساء ثلاثة من فضلك يا أستاذ هو أنت أخصائي ورئيس قسم ازراء الدين الإسلامي؟ هقول له لا أنا مش كده هقول له لا أنت مش متكش في حتة إلا بتزراء الإسلام عندكش حاجة تمدح بها الإسلام دينك اللي أنت محتنق وقعد تحج والصوب وتقول أنا مسلم واسم محمد واسم أحمد وكاذا حاضر من فضلك أو ممكن نزوله أن يقوله أنت مسلم بأمرت إيه؟ أيوة من عايز أقول كده واحد بيقول أن بيت الأقصى مش هو اللي عند إسرائيل يعني بيعترف لإسرائيل بتملك المسجد الأقصى بيقول ده موجود في الطائف السعودي وأقصى يعني يبتعت قليل عن المسجد الحرام ده تخريف هذا ده كتب مسطنعة وكتب إسرائيليات جاي وحطها لي على الشاشة بالشكل المخطوطي القديم بتاعها ومن إذا كنت أنت بتنتقد المخاري أصح كتب الحديث أنا ما انتقدش الكلام اللي أنت جايبه ده ده دليل ده من منبر إعلامي كهذا كيف دور المنابر الإعلامية الأخرى في نشر هذه الأفكار والمفاهيم الخاطئة والمغلطة في الشراع الإسلامية لها دور أم ليس لها دور اللي هي المنابر الإعلامية المنابر الإعلامية الأعلام نعم أيوة أيوة لها دور ولا منابر يا دكتور محمد فيه إعلام موجهة يعني بمعنى أنه له وده شيء مش مرفوض وفقا للاتجاهات السياسة بيوجهوه يمشي على طريق واحد ما عندوش طريق العودة عودة اسمه الإعلام زول التجاه الواحد مش في الدين يعني ممكن في الأمور السياسية الاجتماعية التقافية لا حرش مين اللي بيصطديب دول؟ هذا النوع هذا النوع من الإعلام أخبر حضرتك طيب له حدود ما يقدرش ينتقد فيها هؤلاء إلا لو خاد إذن طيب هذا نوع فتقول لي ده منبر الإعلامي حر هل أنت من أنصار أن تصدر المؤسسات الدينية مثلا في دولنا قائمة بأسماء ضيوف بأعيونهم يستضافون ويتكلمون عن الدين الإسلامي؟ أم جعل الأمر على المشاعر؟ لا 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 أنا بدد دي ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن فيه اتجاه آخر معاكس الآن اسمحوا 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 أن هناك قوائم يبقى بعد يدنا هاتك في اختصار شديد نطالب بالحكر الدعوي أو الحضر الدعوي على فئة معاناة من الناس تتكلم باسم الدين عشان نخرج من هذا الإشكال المتخصصين العالمين بكل التفاصيل اللي نطالح حضرتك من شروط وغيره ده عشان يقعد على الكرسي بتاع الحوار لازم يكون كده وإلا أنا من الأول جايب مصارع قوي جدا زي بتاع السوم وكده بتاع اليابان وقد نحيف قد كده ما أنت عارف النتيجة قد من أول جايب لعالم ضعيف مش عارف معنى المصطلحات الدينية وقدامه ده أنا كنت شفت واحد من هؤلاء لابس عم وحطت قدامه لابتوب كل مرخص من العلماني جاي حافظ آيتين ثلاثة يقول له الآية دي في صورة إيه يوم فاتح اللابتوب بتاعه وكاتب كده يقول له في صورة الماء إيه ده طب لما أنت مش حافظ الآيات الكرآنية ولا ما وضعها جاي تحاوله ليه ومستعد أقول اسمه وأقول الحجرات اللي ظهر فيه يا حدك من أنصار الحجر الدعوي أم لا؟ مش الحجر لا 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 النظام على الأقل يبقى فيه متحدث رسمي باسم المؤسسة شفاك الله وعفاك وعفاك من أي مرض أو سوء عندما تذهب أنت بتفتح النت وتقول يا جماعة أنا عايز أستاذ أمراض دم نعم بتلاقي قدامك لسة من 120 طيب واحد فيه هم مكتوب قدامه كده الحصل على كذا من جامعة كذا الحصل على كذا من جامعة كذا أجرى 40 عملية يعمل فيه مساشفة كذا حلو 119 راحلة ده صحيح ولو حتى تجربته كتبقى فشلة بس انتراح عن أدلة وخواعد إنما تجيب عالم دين ما عندوشي تختاره إزاي يقعد قدام الناس دول وهم سطوة معهم أولا المزيع بيمكنوا ده يتكلم خمس إزاي ده يتكلم عشرين دقيقة إذا حاب يرد عليه ما يمكنوش من الرد خبال تماما محسومة يبقى أنا عشان أحمي نفسي حشر شروطي تعال يا محمد يا نجيب ناقش فلان حاضر شروطي الآتي أولا أنا أطرح الأسئلة أنا لا أدخل في قضية شخصية ولا ذاتية ولا قضية مفترضة منه إلا بعد أن يتبين لي مدى علمه بقواعد ومنهجات الدين الإسلامي وإذا أنت جاي تناقش نبدين تاني ما هوش الدين الإسلامي بتاعي في هذه الحالة مستعدة أتكلم وقول كل حاجة ولو حتى أقنعني بالعقل عندي مبدأ ثابت لا مكان للعقل شوف الإمام الغزالي مع النقل أبو حامد الغزالي قال لا فهمة للنص إلا بالعقل ولا مجالة للعقل إلا من خلال النص ده الإمام الغزالي الفيلسوف أبو حامد حوجة الإسلامي الرجل اللي عاش في الأندلس وشاف الحضارة الشيخ الغزالي الحديثي أبو حامد الغزالي فلما يقول كده الراجل أنا ما بجنرش العقل بس العقل يعني كلا هما وجهان لعملة واحدة تمام والشيخ أبو ظهرة وهو من الأئمة المعاصرين رحمة الله عليه قال يا جماعة أنا عندي كلمة واحدة أرد بها على هؤلاء المسألة الصناعة قديمة يا دكتور محمد قال من يقول أنه لا يوجد نص قرآني في موضوع كذا سأرده عليه وأقول له أحضر لي نصاً قرآناً بالنفذ يقول أن الزنة حرام بمنطلق كأب لفظي الزنة حرام ما فيش آية في القرآن بتقول الزنة حرام ولا آية بتقول الصلاة واجبا أمال عرفنا زين الزنة حرام لا تقربوا الزنة حللنا الآية منطقية لا ناهية والناهية للتحريم إذن الزنة حرام أهدى العقل هو العقل يشتغل في النص ولا باشتغلش بوسطة علم وقصول الفقه والمنطق فعمل مقدمات الزنة لا ينكح إلا الزنية المشركة والزنية لينكح إلا الزنة المشركة وحرم ذلك على المؤمنين جميل حرم أنا عايش قاعدة موكونا من كلمتين مبتدأ وخبر الزنة حرام الصلاة واجبة يعني أنتم كعلماء تقبرون العقل وتنزلونه منزلته في مواجهة مع النص ما نستغناش عقل لا تعارض بين العقل والنص يعني يعني فيه درء تعارض بين العقل والنص أو معتوه أو شفير عقله كامل لا يجتهد في النص لا طيب الديني عقل ونشتغلك في النص أقول لك سنة أو الساز النص ده أحمر لا أقترب منه عقله برضه طيب نسابت طيب النص ده يقبل تفضل اتكلم هذه الهجمات التي ضد الشرع الإسلامي قرآنا وصنة هل هي قديمة أم مستحدثة لا قديمة مع الدين الإسلامي قديمة وتظهر بقوة عندما تضع في المجتمعات دينية يعني لا يكون السقل الديني الموجه من المؤسسات الدينية لتثبيت العقيدة في النفوس الضعيفة قوي طيب ما قديما يعني نقرأ في الفرق الإسلامية للشهر الثاني مثلا المعتزلة والأشاعرة والمترويدية مئات الفرق جميل لماذا تنكرون فرقة حديثة زي تكوين دي مش فرقة ما هو كل هذه الفرق فرق ديني قبلت كل اللي فات دي كل اللي جات على دول هل هذه الفرق تنتفي عنها نصفت عنها فرق دينية أو فرق عقضية اللي حضرتك ردتها وتبعتها في الملل والنحل للشهر الثاني وغيره نعم والفرق بين والفرق بين الفرق وخواء فرق بين الفرق كل دي جميل جدا هذه نابعة من عقيدة ودين ولا عشوائي بتاع أمرض جلدية وأمرض ما زالك لا نابعة من عقيدة ودين طيب غلماء لهم يبقى إذا لا أمكر على هؤلاء ووجد من رض عليهم بإبداع في كتب كثيرة يعني حضرك نتعلم من حدك نقبل الخلاف إذا كان من علماء أو من حتى مستشرقين علماء يتكلمون بالعقل والنقل وأنا نقبله من غير متصاصيل كلمة إخيرة أطور محمد هل تعلم أن المستشرقين كفوا عن مهاجمة الدين الإسلامي بعد أن فشل معلومة يعني كان لازم كل فترة يطلع المستشرق الغربي بذكر فليه نفسه استهدف كل الأفكار ورد عليه كان إيه أهم القضايا المستشرقين أطور محمد قضية الرق وكيف كانت في الإسلام العبودية اتنين تعدد الزوجات لماذا ثلاثة لماذا لا تتزوج المرأة أربعة مثل ما تتزوج أربعة هذه القضايا هي اللي كانت شغلاه وكانت أسئلة مقبولة عقلا لأنهم عندهمش جهلة بالدين وقضايا المرأة عموما لما رد عليهم واقتنعوا بالردود أسلم من أسلم منهم زي جارودي وزي هوفمان الألماني وأريب خالص واحد رياضي كبير في أمريكا في المسابقات بتاعة كرة السلة الان بي دي مش عاد بقوله على ان بي ايه ولا مش عارب ايه أعلن إسلامه وكثير بعد الهجوم يعني كحدك كعالم أو كأكاديمي تقبل الكلام والنقاش مع العلماء الأساتذة يقتنون بالعقل والنقل ولا تقبله مع الجهلة نعم أجيب فناني نعيشني بالدين ما فيه بعض الفنانات الآن نتيجة الثقافة في نهاية الحلقة والحلقات الإعلامية بتقولك أنا أعرف في الدين أكتر من العلماء دي ده كان سؤال حضاك في آخر الحلقة من يتصدر للهجوم على الدين الآن مثقف ولا غير مثقف عالم ولا غير عالم ملم بشارع أنا لا أنكر عليه ثقافته في الدين أنا قاله في الدين لا نقصد في الشريعة لا مش مثقف في الدين يعني هم جهلة في أمور الدين طبعا بالتأكيد ولا واحد فيهم أنا أروح مرة أستفتي واحد بتاع عمراء الجلدية ما تروح يا أستاذ تعمل ابتكار في الأمراض الجلدية واتطع لنا اسم زي الدكتور الزواري والأستاذ المشهورون دول واحمد شفيق وغير وغير وتقول أنا عملت ابتكار في الأمراض الجلدية هو ده مجالك هو ده مجالك إنما تيجي تعمل مجالك في الدين ليه باخد فلوش قد كده من قناة كذا فيه واحد منهم التالي في قناة غربية التالي في قناة الغد بيطلع برنامج وعمل حوارات مع ناس متشيعة وعلمانيين وطلع في النهاية منتصر لفكرته ليه لأنه مسموح له إعلامية هل أنا مثلما أخذت حرياتي معك في هذا البرنامج وأنا لم أسب أحد ولم أخطي في أحد هل أستطيع أن أقول هذا الكلام في منبر آخر لا يسفح لي بذلك طيب ما دي مش حرية شميعنا دي يقول وأنا ما أقولش نحن دولة ديمقراطية دكتور ونرحب جميع أتمنى أن الدمقراطية تكون عامة وشاملة وتطبق على الجميع شكرا دكتور نجيب على هذا اللقاء الله يكلم كلمة أخيرة أقولها لمن يشكك في الدين دعاكم من كلام المستشرقين جولد تسيهر وزويمر وشخت فقد تم الرد عليهم وضحض حجاجهم أنتم لستم مثقفين أنتم جهلة عالة على كلام هؤلاء فإن أردتم ابتكار شيء فليكن من عند أنفسكم ما تفضلتم به تم ضحض وولدت الفتنة ميتة وللمسؤولين أقول أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام إن لم يطفها عقلاء قوم سيكون وقودها جثث وهام أرى من البلاغة ليت شعري أأيقاض أمية أم نيام أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جماعة ضيفنا الكريمة العالم الجليل الأسادة دكتور محمد نجيب عوضين الأسادة بكليات الحقوق جامعة القاهرة الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شكراً دكتور جيبا شكراً دكتور جيبا شكراً لكم وإلى اللقاء